طيب طبعا يعني عايز ادخل في اخبار حلقتنا النهاردة يعني عندنا اخبار كتير تصريحات موسماني من بارح الحقيقة مهمة جدا نقف معيها لانه يمكن بداية انا قال لي لعب جيم كهاز جدا يمكن اتأخرنا يمكن الفرقة ما كانتش في افضل مستوياتها وخلينا نتفق انه الظروف صعبة جدا فيه لعيبة راجعة من اصابة فيه غيابات كتيرة جدا وده مش مبرر لكن انا بشوف انه المطش ده في التوقيت ده انك تقدر تطلع قدام فريق زي امبي واحد ثلاث نقط زي ما قلتلكم مهمين جدا حالة مبارح قلتلكم مطش امبي واحد من ثلاث مطشات مهمة جدا انك توصل فيه او تاخد منه خمسة بنت عشان تضمن مشاركة في بطولة دوري ابطالة السنة اللي جاي فانت جبت ثلاثة بنت في المطش ده وده شيء كواس جدا ثانيا انك توقف سلسلة اهضار النقط احنا العب ده اربع مطشات في الدوري اهضرنا فيهم عدد كبير جدا من نقاط ثلاثة عدولات وخسارة يعني بتتكلم في ستة وثلاثة تسعة تسعة بنت راحوا من هنا كده في غمضة عين فكان مهم جدا ايقاف نزيف النقاط وده حصل امبارح بالثلاثة بنت معلول من ما كسب المطش امبارح معلول كان انا يعني انا فرحتي جدا مش بس من الاهلي كسب فرحتي كمان ومعلول هو اللي جاب الجنين ليه لانه معلول ما لعبش المطش الاخرين يعني معلول ما لعبش مطش البنك الاهلي وكان مش موفق قوي طول المباراة وانا شايف معلول واحد من اهم مفتيح اللعب في مطش الاتنين اللي جاي في مطش نهاية دوري الابطال ففكرة انه يفنش المطش بجونين يجيبوا التلاثة بنت الاهلي انا بتهقلي دي دفع معنوية كبيرة جدا لمعلول وان شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاي الاسبوع اللي جاي ده هيقدر يرجع ويستعيد جزء كبير جدا مستعيق بالتأكيد واحد من اهم مفتيح اللعب ده طبعا الهدف التالي اللي حصل عليه صداع عنيف مع انه بكورة واضحة يعني فيه كور اشتركوا في القناة